بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم مع بشرة أمل في هذه الحصة إن شاء الله سنقوم بحل تمرين صفحة 72 من كتاب العلوم الفيزيائية والتكنولوجية للسنة الأولى متوسط إذن لدينا التمرين الأول الثاني الثالث الرابع سنقوم أيضا بحل التمرين الخامس والسادس والسابع في هذه الحصة إذن طريبا منا أكمل الجمل التالية هنا سنقوم بملء الفراخات لكن قبل هذا يا أبطال سنتذكر ما جاء في الدرس الأول ذكرنا الدارة الكهربائية هي سلسلة غير مقطعة لعناصر كهربائية مثل المصباح والمحارك وتحتوي على مولد واحد على الأقل تجدون الدرس الأول في القناة رابط الدرس الأول أو الحصة تجدونها في صندوق الوسف أيضا عناصر الدارة الكهربائية مثلا لدينا المولد لدينا هنا بطارية مفهوم هذه العناصر كل عنصر يا أبطال راح عندها رمز نظامي خاص به عندها رمز نظامي خاص به مثلا أسلاك التوسيل الرمز النظامي لأسلاك التوسيل يكون هكذا لدينا مثلا مصباح رمز النظامي للمصباح يكون هكذا إذن يمكن تمثيل دارة كهربائية بمخطط النظامي كما يمكن تركيب دارة كهربائية انطلاقا من مخططها النظامي هنا لدينا دارة كهربائية يا أبطال لدينا أولا سلك توصيل هكذا لدينا هنا المولد نجد القطب السالب وهنا لدينا القطب الموجب لدينا القاطعة هنا أولا سنختار القاطعة تكون مفتوحة معنا إذن القاطعة هكذا نجد مصباح الرمز النظامي للمصباح هكذا إذن القاطعة هنا مفتوحة إذا قمنا يا أبطال بغلق القاطعة يعني تكون هكذا يا أبطال يعني هنا تكون الدارة الكهربائية مغلقة ماذا سيحدث؟ سيمر الطيارة الكهربائية عبر عناصر الدارة الكهربائية وهنا سيتوهج المصباح عندما يمر الطيارة الكهربائية وتكون العناصر هكذا يا أبطال عناصر الدارة الكهربائية إذن هنا سيتوهج المصباح ماذا يحدث هنا يا أبطال؟ يمر الطيار الكهربائي عبر عناصر دارا ماذا يحدث هنا شفو محايا. مثلا عندي حنافية هكذا احضر امبوب امبوب يكون هكذا نقوم بفتح الحنافية هنا سيمر الماء هكذا يكون عندي قطرات هكذا من الماء إذن بالطيار الكهربائي هنا يبطال إذن في الدارات الكهربائية ماذا يحدث نقول يمكن تمثيل ما يجري في دارة كهربائية بدقائق معادية صغيرة جدا تنتقل داخل أسلاك التوصيل والأجهزة الكهربائية والمولد الكهربائي وفق حركة منتظمة قلنا يمر الطيار الكهربائي عندي دقائق كهربائية صغيرة ما نشوفوهاش خلاصية أبطال وهذا الدقائق قلنا وفق حركة منتظمة إذن من القطب الموجر إلى القطب السالب يعني الطيار الكهربائي يا أبطال رح يمر هكذا من القطب الموجر إلى القطب السالب ما يحدث هنا داخل أسلاك التوصيل والأجهزة الكهربائية والمولد لنرى عندي دقائق مادية صغيرة جدا إذن في التمرين الأول يا أبطال طريبا منا أكمل الجملة التالية إذن الطيار الكهربائي نقع الطيار الكهربائي يمثل للدقائق المادية إذن الطيار الكهربائي يمثل الحركة الإجمالية للدقائق المادية يلعب المولد دورة المذخة في تحريك الدقائق المادية عندما نقوم بفتح اللحنة فيك تكون عندي مذخة ما رح يمر الماء في الأنبور إذن المحرك أيضا إذن يلعب المولد دورة المذخة في تحريك الدقائق المادية نعتبر ما يجري في دار كهربائية على أنه دقائق مادية صغيرة جدا تنتقل داخل أسلاك التوصيل والأجهزة الكهربائية والمولد الكهربائي وفق حركة منتظر من القطب الموجب إلى القطب السالب حتى نتمكن التمرين الرابع حتى نتمكن من إشعال مصباح التوهش لا بد من توصيله ب بماذا يا أبطال؟ بقطبي مولد كهربائي لازم يكون عندي مولد كهربائي وفي المولد الكهربائي لدينا هذا قطب وهذا قطب هنا يجب يا أبطال توصيله بقطبي مولد كهربائي تسمح الأجسام الناقلة بتوهش المصباح فتشكل معه دارة كهربائية تعرفنا على الأجسام الناقلة والعازلة للكهربائي إذا كانت عندي في دارة كهربائية مثلا مصمار يا أبطال أو سلك حديد هنا رح يمر الطيار الكهربائي إذا هنا سيتوهش معنا المصباح إذا هذا فيما يخص التمرين الخامس التمرين السادس نرسم الدارة الكهربائية باستعمال الرموز النظامية للعناصر المشكلة لها التمرين السابع أربط بسهم العنصر الكهربائي بالرمز النظامي كيكون عندي تركيب الدارة الكهربائية يكون عندي هذا العناصر يا أبطال هنا طريبا منا المخطط النظامي فيما يخص التمرين السادس هنا كل عنصر قلنا نرى عنده رمز مثلا هنا المولد أو العامود الرمز هكذا نربط بسهم القاطعة البسيطة المغلقة تكون هكذا المصباح الرمز النظامي المحرك الكهربائي القاطعة البسيطة المفتوحة ولدينا الصمام الضوي إذن هذا فيما يخص حصة اليوم لا تنسوش الضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم ما قدمت والاشتراك في القناة ومشاركة رابط الحصة دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة